السلام عليكم في القدرات تشوف مثال بسيطة على رسم الانشاية اول حاجة ارسم الجريد اقول له مثال خليتها واحد وبعد كده ارسم الجريد تاني من ناس الخط هنا من ناس الخط هنا عشان يتحركوا مع بعض وبعد كده ارسم الجريد دوت واخلي ده رقم ايه وبعد كده ارسم واحد كمان وبعد كده ارسم الاعمدة ومتج هنا من السراقشة وتبدأ تشوف مثلا انا عايز ترسم السراقشة الكولومب بدأ الديبس يبقى في الدور اللي تحتية خليها نقلل الواحد وانا عايز ارسم كولومب دبس يعني اعز التحت تبقى ادجريد يبقى هيعمل سيلكتة على الديبس ادجريد اللي اوه اعجد احط الاعمدة اللي انا عايزها تمام طيب لو اتعايز اعمدة مثلا بشي ستيل يعني هنا العمدة اللي موجودة اللي هي الستيل خلاص اخار الكونكريت دبس اللي انا عايز اخليتها لفوق هقوله هاي ادجريد وابدأ اعمل سيلكتة على كل جريد تاب امبلسمن بيكتب لي الاسم بتاع العمود بيعمل علي تاين فنش اهوات خلينا نشوفه في الديليكيشن هلاقي انه هو في الدور اللي احبش في الدور اللي انا فيه خلينا نيجي الدور اللي هو الليفل 1 وهو اقوله انا عايز اعمل كولوم بس المرة دي اللي اعمل ده اللي هي ممكن تحطوه مانوال بشكل دوت او ممكن تقوله ادجريد وتعمل سيلكت عليهم وتقوله فنش فيعمل اللي لها بشكل دوت بس خليهم المرة دي بالش دبس يعني هو انت بتعمل العمودة غيرها خليها هاي تمام هو ادجريد بتعمل سيلكت فانا شوفتها في السريد دي هتبعمل ازاي هتبقى بالشكل دوت طيب لو انا عايز اضيف زي فونديشن ممكن تقوله فونديشن ايزوليت بحيث ان هو يجي معه العمودة اللي انت هتختاره هتقوله ههوت تمام هتقوله ده خليه فليبل واحد بلش بتزاهر معي هنا انا عايز اخليه يبقى بالتحت خالص دعا نعلي سيلكت وهقول له ده خليه فليبل وان وهقوله ده خليه فليبل وان ده خليه ثمام ده خليه بيبقى نعمل ده معيك في شكل دوت طيب بالوقت دي لو انت عايز تحمل الكنيكشن بين دوت دوت لنغير ده اللي شهد عشان يبقى معنا نروح هنا لستركشور وقول له الكنيكشن خلينا نبص كده في السلام الصغير دوت هتلاقي دي الكنيكشن اللي موجودة في البرنامج اعمل على سيلكت اول اضيفه هنا بعد دي موجودة معيه في قلب المشروع بتاعي اقول له اوكي بعد كده لما جاء اقول الكنيكشن تقدر بس انت اختار من ده وده تمام بودتوس انتر فيبدأ قطيلي الكنيكشن دوت وانوش انت ده خليه من سيلكت ثم تجي من هنا تختار الان سابليك يعني تبدأ تشوف الان سابليك ده بلاد في الشكل دوت ده بلاد قط في الشكل دوت فهنا تبدأ تشوف ايه الان سابليك المشروع هاجي اعمل سيلكت عليه واقول له بديفاي برامتر تضغط عدل السيكلس من هنا تضغط عدل اللي اوت زي ما انت عايز فهو بديف خصاص كتيرة الديميشن اللي أبعاد بكل واحدة واحدة تمام بوهو بيقولك ممكن تخليهم اقوال او تغير انت برحته زي ما انت عايز فيهو الكورنر بلاد كورنر فممكن تخلي مثلا الكورنر هنا مثلا على شكل فلت ممكن تغيره تخلي في قط ممكن تخلي في كونفكس بشكل دوة تضغط عدل كل الخصائص اللي انت عايزها ليه الوصلة ديجت هانا نرسم بيم الحاجة هنا من لفل 2 وقول له انا عايز ارسم بيم تضغط طول له انا عايز ارسم بيم مثلا من ريفرانس لفل 2 اوض هبدأ ارسم بقى من هنا لهنا ومن هنا لهنا وهنا وقل له خلي الديد فاين اشتغط معي ورر هالي في 3D اتتغط معي اشتغط معي ورر هالي في 3D اتتغط معي بشكل فدوات اختار وصلة مثلا 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 وده 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 فهتلاقي الوصائط موجودة اللي تقدر بها توصل بين اي قطاع وقطاع او تقدر تعمل select على اي وصلة انت عايزة وتخذها copy من مكان لمكان تقدر تخذها مثلا من هنا تمام من هنا كوفي لشكل ده مثلا والتحت وفوق كل دائس ها هذا من الوراس اللي العودة